موسيقى موسيقى الله الرحمن الرحيم إن شاء الله بإذن الله هنبدأ الترمي التاني اللي بيتكلم أول موضوع فيه وهو بنتكلم عن الكروموسومات والمعلومات الورصية الفصل أو الباب اللي هو الأول في الترمي التاني الورصة تعتبر يعني جزء مليان جزء مدخله كتير ومسائله كتير وعاوز الطالب يبقى فاهم الموضوع عبارة عنه فأنا ببدأ النهاردة أول فصل فيه اللي هو الكروموسومات والمعلومات الورصية الكروموسومات والمعلومات الورصية في بداية القرن العشرين بدأ يتم اكتشاف يعني إيه الكروموسومات يعني إيه المسؤول عن حمل الصفات الورصية أو المعلومات الورصية فبدأنا ندرس يعني إيه كروموسوم خدنا الكروموسوم وقلنا إن الكروموسومات موجودة داخل نواة الخلية زي ما كلمنا في الترم الأول وقلنا في نواة الخلية توجد المادة الورصية في صورة الكروماتين اللي بيتميز ويتضح عند انقسام الخلية ويظهر في صورة كروموسومات وقلنا إن كل كروموسوم كان عبارة عن إيه كان عبارة عن لو لمزدوج من دي إني إيه بيلتف حول بروتينات أو بيطلق عليها هستونات وحدة بناء الحمض النوو خدناها في الترم الأول اللي هي النيوكلوتيدة كل تتابع من هذه النيوكلوتيدات بيمثل لي شفرة البروتين هذا البروتين بيظهر لي صفة معينة فيعتبر هذا التتابع من النيوكلوتيدات يعتبر جين قد يوجد على الكروموسوم عدد كبير من الجينات يبقى معنا كده إيه هو الجين هو تتابع من النيوكلوتيدات على جزيء حمض دي إني إيه مسؤول عن أو يمثل شفرة وراثية لزهور صفة معينة طيب يجي نقسم ونقول الخلايا اللي في أجسام الكائنات الحقيقة عبارة عن إيه عبارة عن نوعين إما خلايا جسدية وإما خلايا جنسية طيب لما هعمل مقارنة بين إيه خلايا جسدية وخلايا جنسية الخلايا الجسدية تنشأ من انقسام ميتوزي الخلايا الجنسية بتنشأ من انقسام ميوزي إيه الفرق بين الميتوزي والميوزي إن في الانقسام الميتوزي بينشأ خليتين كل خلية فيها نفس عدد الكروميسومات اللي موجود في الخلية الأصلية يعني بنقول عليه اتنين نون إن الكروميسومات موجودة بنفس العدد الزوجي اللي موجود في الخلية الأصلية تعالي في الخلية الجنسية الخلية الجنسية بتنشأ من انقسام ميوزي إيه اللي بيحصل في الانقسام الميوزي الخلية الأصلية تنقسم وتعطي خليتين ولكن كل خلية بها نصف عدد كرموسومات الخلية الأصلية فيرمز له بالرمز نون في الخلية النتجة بيبقى فيها العدد الكرموسومات نصف عدد الخلية الأصلية طيب هنيجي بعد كده وقول يبقى معنى كده أن الخلايا الجسدية مجموعتين من الكرموسومات متمثلة أحدهم النسخة جاية من الأب والنسخة الأخرى تأتي من الأم فبنطلق على هذه الكرموسومات سنائية المجموعة الصبغية في الخلية الجسدية بينما الخلية الجنسية تحتوى على نصف عدد الكرموسومات الموجودة بالخلية الجسدية أي يطلق عليها أحدية المجموعة الصبغية بيوجد نسخة واحدة من الكرموسومات الموجودة في الخلية الجسدية ونقول أمثلة للخلية الجسدية في جسم الكائن الحقيق أو في جسم الإنسان زي خلايا الدم الحامرة، زي العضلات، زي الجلد كل دي خلايا جسدية طب تعالي في الخلايا الجنسية الخلايا الجنسية نيجي نتكلم فيه أمساج مذكرة وفيه أمساج مؤنسة الأمساج المذكرة في النبات زي حبوب اللقاح الأمساج المذكرة في الإنسان وفي الحيوان الحيوانات المنوية الأمساج المؤنسة في النبات هي البويضة أما في الإنسان والحيوان فهي أيضا البويضة يبقى البويضة في النبات وفي الإنسان وفي الحيوان من هنا يا جماعة عرفنا إن إحنا قسمنا الخلايا في أجسام الكائنات الحية لنعين طب هنجي نتكلم بقى الكروموسومات دي اللي موجودة في خلايا الكائن الحية الكروموسومات هل يطرى عدد الكروموسومات سابت في جميع الكائنات الحية بقول لا عدد الكروموسومات بيختلف لما نجي نمسك في الإنسان في نواة الخلية الجسدية فيها 46 كروموسومات ال46 مرتبين في أزواج سنائية المجموعة الصبغية الكروموسومات موجودة في سورة أزواج متمثلة فبعد اكتشاف الميكروسكوبات وبعد تقدمها وبعد ما بدأوا يفحصوا إنواة الخلية وجدوا إيه؟ وجدوا إن الكروموسومات ليست كلها حجم واحد وإنما ذات أحجاب مختلفة فبدأوا يرتبوا هذه الكروموسومات تنازليا حسب حجمها ويرقموها على أساس يسهل عليهم دراستها يعني معروف إن زوج الكروموسومات رقم واحد عليه جينات كذا وكذا زوج الكروموسومات رقم خمسة عليه جينات لكذا وكذا المهم فبدأوا يرتبوا هذه الكروموسومات تنازليا حسب حجمها من الأعلى للأقل لما جم يرتبوها فرتبوها إلى 23 زوج من الأعلى للأقل من الأكثر حجما للأقل حجما فلاقوا إن هذه النظرية منطبقة من الكروموسوم واحد لحد ما وصل للكروموسوم 22 ولكن الزوج رقم 23 لا يوجد في مكانه طبيعي لإن حجمه أكبر من الكروموسوم من الزوج الكروموسومات اللي هو الـ 22 اللي قبله فمكانه فين؟ فوجدوا إن مكانه الطبيعي الواجب يلي الكروموسوم السابع الزوج السابع يعني مكانه في الزوج اللي هو يعتبر الزوج الثامن طب ليه وضعه في الآخر؟ وجدوا إن السبب في ده إن هذا الزوج من الكروموسومات يختلف في خلايا الزكر عن خلايا الأنسة طب بما أنه بيختلف قاله يبقى بس ده يعتبر زوج من الكروموزومات يطلق عليه كروموزومات جنسية فعنحطه في نهاية العدد أو ترتيب الكروموزومات هذا الترتيب اللي احنا بنقول عليه الترتيب التنازلي ده بيطلق عليه الطرز الكروموزومي يبقى ايه هو الطرز الكروموزومي الطرز الكروموزومي ده هو ترتيب الكروموزومات تنازليا حسب حجمها وتركمها فأصبح من هنا إن أنا عندي اترتبت الكروميزومات في خلايا في خلايا الإنسان وعرفنا تركمها من 1 ل23 طيب هل يطلع العدد ده ثابت في جميع كينات الحية؟ لا فمسرع عندي في القطط في 38 كروميزوم في الدجاج 32 كروميزوم في الكل ب78 كروميزوم يعني معنى كده إن بتختلف عدد الكروميزومات من نوع إلى نوع آخر من الكائنات الحية بقى كده إحنا خلصنا درس النهاردة نحب من حضراتكم إن انتم كده تضغطوا على جر الجرس عشان أي حلقة جديدة توصل ليكم بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته